اشتركوا في القناة حقيقة يوميا تقريبا يا دكتور ابني كان متفوق دراسيا وبعدين مستواهن خفض ما بقاش هو تماما مش نفس الدرجات اللي بيجيبها لو جبتلك الشهادات ما هيش الشهادات اللي كان بيجيبها قبل كده خالص ايه السبب اللي خلى مستواهن خفض وايه الحل معاه طيب خلينا نفرق بس بين اكتر من حاجة لانه الحقيقة التشخيص السليم لهذا الموضوع يعتبر 51% من الحل مش كل السؤال واحد لكن الاجابات متعددة زي فكرة الله يا دكتور مثلا احد اقولك صداع قد يكون الصداع ده من العينين قد يكون من الجيوب الانفية قد يكون من المعدة قد يخون المهم ان في مئة سبب لغاية السرطان لا قدر الله للصداع ففي الفكرة كلها نفس الفكرة عندنا كده ابني كان متفوق دراسيا ثم مستواهن خفض ليه مستواهن خفض عندنا اكتر من سبب خاصة لما ام تيجي تقولي والله يا دكتور ده اقولك ايه ده كان سن خمس سنين كيجي وان وكيجي تو أولى ابتدائي وتاني ابتدائي وتالتة ابتدائي كان ماشاء الله ممتاز كان عبقري كان رائع ثم بدأ مستواهن سنة ربعة ابتدائي ينخفض خاصة ان ربعة ابتدائي السنة دي اللي هو بكررس ربعة ابتدائي زي ما الناس بتسميه صعب طيب مين قالك انه كان قدراته ممتاز الشهادات يا دكتور فين الشهادات يعني ما فيش نجاح وسقوط كيجي وان كيجي تو أولى ابتدائي تاني ابتدائي تالتة ابتدائي يعني حيبدأ المقياس الحقيقي ليه من سنة ربعة وخمسة وستة اغلب الامهات تيجي تصوت بقى في سنة ربعة ابتدائي ما هي ستي يعني فعلا ما كانش فيه معيار او يعني المدرسين قالوا او هو كان كويس كويس في ايه يعني عملت اختبار زكاء لا ما عملتش اختبار زكاء طيب انت عارفة عقله قد سنه ولا عقله اكبر من سنه ولا عقله اصغر من سنه لا ما عرفش طيب انت عارفة المنهج بتاع سنة ربعة قادر يشيله ولا لا هو حلان مش قادر يشيله فعلا طيب واصلو منهج كيجي وان ده عامل زي مثلا ايه يعني كل راسة يشيله ومنهج كيجي تو او تاني رياض اطفال او روض الاطفال زي ما بيحلوا يعني اخوانا في المغرب ينطقوها عامل زي مثلا حيشيل كتاب يعني اول ابتدائي حيشيل مثلا كباة تاني ابتدائي حيشيل مثلا يعني ايه طبق تالت ابتدائي حيشيل مثلا يعني ايه يعني زي كرسي صغير كل ده كان يقدر يشيله لانه كان ده ساهل الى حد كبير لكن لما يجي من ربع ابتدائي لا هنا بيبقى فيه مثلا يعني في الازهر بيبدأ هنا فيه قرآن تحريري وبيبدأ برضو بياخد يعني مواده اصعبة شوية والبعض بيضاف له انجليزي مثلا المنهج بيبقى صعب هو قدراته اللي تناقصت والمنهج بقى صعب يعني الحقيقة اللي اتنين ففرقت بقى فيه فجوة بين عقله وبين سنه خاصة لما يكون طفل مثلا هو قدراته ما كانش يدخل لغات وبعدين دخل لغات عشان رغبة الاب والام وبالتالي كان كيجي وانه وكيجي تقول بداية تاني بداية تالت النجح بخوط القانون يعني كان هينجح كان بينجح حتى لو كانت خلف عقلي للاسف كان بينجح صعوبات تعلم بطء تعلم كان بينجح قدراته قليلة جدا عقله اصغر من سنه كان بينجح وكانت ماشية ربع ابتدائي لا هيبقى فيه نجاح ورسوب يبقى في الحالة دي لا ده جاب ملاحق لا ده مش قادر علمنهج يبقى من البداية خالص علشان ما نشتكيش الشكوى دي المفترض ان احنا نعمل مقياس ذكاء للاولاد علشان في سن مثلا ايه اربع سنين يدخل هذا العام يعني اولى رياض اطفال كي جي وان ولا ينتظر وفي كل الاحوال انا افضل انه ينتظر ويدخل كبير في السن التجريبي بياخذ من 6 سنين كي جي وان يعني 8 سنين اولى ابتداء يبقى انا بقولك شيدخل مثلا نوع تعليم اللي هو التجريبي لا بقولك يعني الميزة فيه بياخذ من سن متأخر يعني فيا سيدي بدلما التجريبي بياخذ من 6 سنين كي جي وان دخل من 5 سنين كي جي وان فبلاش من قصة 3.5 و 4 دي وبعد كده يجي لي سن 8 سنين في 3 ابتدائي وزميله اللي في التجريبه أولى ابتدائي وهو في 3 ابتدائي وممكن زميله اللي في التجريبه ده يبقى سنه 8 وعقله 10 لكن التاني اللي هو 8 سنين وهو سنه وهو في 3 ابتدائي ممكن يبقى عقله 6 يعني اللي هو كي جي 1 بالنسبة للتجريبه وهو بيدرس منهج 3 ابتدائي يبقى منهج كي جي 1 وكي جي 2 أو كي جي 2 أولا بتدائي أربع سنين زيادة عليه عرفت هنا بقى أول حاجة تعرفها ليه كان مستوايا كويس وبعدين انخفض لأنه الفجوة بين العمر العقلي والعمر الزمني زادت يعني المنهج بقى صعب عليه ده مش منهجه علشان كده أول حاجة تدخل متأخر علشان يعني تضمن أنه ما يبقاش فيه صعوبة حتى لو حصل أن عقله أصغر من سنه بسنة لما تدخل سنة هتبقى جبارة الكسر وعدت الموضوع شوي طيب لما بتعمل برضو اختبار زكاء لابنك قبل ما يجي يدخل مثلا الحضانة علشان أشوف أدخله لغات ولا أدخله عربي ولا أدخل أزهر لأنه برضو الاختبار يجي يقول لي ينفع في كل حاجة إذا كان ما في درجته 100 فق أعلى لكن لو كان درجته تحت التسعين على اختبار الزكاء يعني أقل من المتوسط أو بطء تعلم من 80 إلى 70 مثلا أو لا قدر لتحت 70 ضعف عقلي يبقى قولك من بابها يعني خدها من أصرع ومنفعش ندخل أزهر رايبق صعب عليه أو لغات أين كان أو إنترناشنال أين كانت اللغة ويبقى يدخل عربي لأنه بعد كده حقولك إيه لا حيحول أزهر حمشولك لغات ستة ما عندش مشكلة المواد مش مختلفة غير القرآن لكن من بعد كده حيبدأ والعدادي مش حيقدر يكمل لأنه حيبقى فيه مواد شرعية وحيبقى فيه مواد ثقافية وحيبقى غالبا عنده في حدود من 15 إلى 17 مادة وابن خالته أو ابن عمه حيبقى عنده سبع مواد في العام فبالتالي هو قدراته مش حيقدر يمش فيه أزهر أو قدراته مش حيقدر يكمل في لغات خاصة لو الأم مش هتقدر هي تذاكر له اللغات يبقى أول حاجة اختبار الزكاء علشان أعرف يدخل عربي ولا لغات ولا أزهر وفيه درجة معينة زي مقلت الحضورك يعني من 100 فما فوق قولك يدخل كل حاجة لكن في درجة لا ما ينفعش يدخل كذا ويدخل كذا وبعدين ممكن يبقى على سن أربع سنين وعقله ثلاثة فازاي يدخلوا ثلاثة كجوان أو أربعة زي ما البعض يدخل أربعة لا يفضل خمسة حتى لو عقله أكبر سنة يا دكتور حتى لو عقله أكبر سنة ما عندش مشكلة يشيل المنهج ويماشي مخطر كده ومبسوط ويبقى رقد الفصل ويبقى ليه يعني حاسس براحة لأن الانطباع الأول يدوم إذا كان حاسس أن المنهج بالنسبة له ساهل وهو أعلى جسما وعقلا واجتماعيا والآخر من المنهج يبقى مرتاح طول العمر يبقى سعيد طول العمر لكن لو هو كان عقله أصغر من المنهج فالانطباع الأول السلبي برضو يدوم ويحس أنه فاشل وغبي وضعيف ويستمر إيه والمخ يعمل من التعليم لحياته كلها بهذا الشكل يعني يبقى إذن دلوقتي لو هو كان مستوى كويس وأنا مش عارف بقى كلمة كويس دي جاي منين فعلا لأنه أولى ابتدائي يعني كيجوان وكيجوان وكيجت يرسوبه نجاح يبقى في الحالة دي المنهج بدأ يبقى صعب عليه وعقله أصغر طيب ده في حالة أنه ولد انخفض احنا بتكلمش على واحد متميز وماشي يعني ده واحد قلت لي أو قلت لي أنه كان كويس في الدراسة وبعدين مستوى انخفض فإيه السبب السبب لأنه قد يكون العمر العقلي أقل من عمر الزمني فنعمل اختبار الزكاء علشان نشوف هل قدراته عقله قد سنه ولا لا طبعا فيه أسباب كتير يعني بس ده غالبا أول حاجة بتقابلنا أنه كان قدراته ما يدخلش نوع التعليم ده أو أنه يعني عقله أصغر من المنهج فالمنهج كبير عليه فحاسس بصعوبة رهيبة جدا يعني هقول لك أسباب كتير بس على الأقل ده أول حاجة معينة طيب كان متفوق دراسيا وحقيبة يعني كان فعلا عقله قد سنه أو عقله أكبر من سنه وما كانش عندي مشكلة خالص بالنسبة لي درجات الزكاء وكان كله زي الفل يعني وكان يمشي في لغات فعلا وكان يمشي في أزهر فعلا وعقله قد سنه يعني هو فعلا سنه عشر سنه هو في سن ربع يعني نفس المنهج ما عنديش مشكلة بس كان فعلا متفقدر سن وبدأ ينخفض ليه يا دكتور قد يكون فيه مشكلة صحية طرقت ممكن يبقى فيه إجهاد أو تعب جسمي فبالتالي عقله مشغول بالعضو اللي بيتقلم فبالتالي مش قادر ينتبه ويركز في الدراسة قد يكون يبقى نكشف عليه من ناحية العضوية طيب قد يكون عنده أنيميا نقص نسبة أنه مجلبين في الدم فبالتالي الدم مش وصل للمخ بشكل كويس وبالتالي هنا يعني الدم بقى للمخ إذا كان يعني بياخد حوالي الخمس خمس الدم اللي بتفعه الدم القلب في جماعة جزاء الجسم المخ الواحده بياخد 20% بياخد الخمس من الدم ده طب لو عنده أناميا يبقى الدم مش وصل للمخ بشكل كويس فبالتالي مش قادر ينتبه ويركز فبالتالي مش قادر يستدخل المعلومة ويخزنها ويستدعيها هيبقى عنده مشكلة في اللي انتبهه التركيز والذاكرة يبقى شوف نسبة المجلبين بالنسباله طيب إذا كان عنده مشكلة مثلا في النوم لأي سبب من الأسباب يبقى لازم ينام بشكل كويس ده هيسبب برضو مشكلة في انخفاض مستواه الدراسي يعني طيب إذا كان كان عنده مشكلة في السمع يبقى مش هيسمع الكلام بشكل جيد فمش هستدخله فمش يستدعيه فبالتالي أشوف مشكلة في السمع عالجها طيب مش يمكن فيه مشكلة في النظر آه يبقى ده فعلا يعني إيه بنت كانت كويسة وفجأة مستوهن خفض ومبتقنلش منع الصبورة ومتعملش الوجب بشكل كويس وفيه إجهاد وفيه صداع وفيه كذا فالآخر خالص طلعت مشكلة نظر طلعت يعني طول نظر أو أسر نظر أو استجماتيزم أو بتاع فبالتالي ده بيخلي فيه إجهاد يعني بيخليها مش قادرة تركز بصريا مش قادرة تنتبه وتركز بصريا مش قادرة تنقل منع الصبورة مش قادرة تركز لفترة طويلة ومش قادرة تذاكر لأنها بتصدع فيبقى نكشف عليها يعني عن دكتور إيه يعني نظر دكتور عيون ونشوف هل المسألة العيون أخبرها إيه تمام ستة على ستة يا دكتور تمام يبقى برضو تجنبنا الجانب ده يعني لازم أستبعد أنه كل الأسباب العضوية يعني ممكن يبقى في نقصة في رأس غد الدرقية مثلا فبالتالي بتعمل خمول وبتعمل إجهاد وبتعمل عدم نشاط وبالتالي الطالب مش قادر يذاكر زي زمان يعني فأشوف مسألة غد الدرقية ممكن يبقى نقص فيتامين دال فبالتالي برضو بيسبب يعني خنق أو دي أو الأخر يعني يبقى أول حاجة كمان لما يكون الإبن مستوى الدراسي كان جيد وبعدين يبدأ ينخفض لازم أسأل نفسي هذه الأسئلة هل في تعب أكشف عليها هل في مشكلة نظر أو سمع أشوف هل في معدل غد الدرقية أخبره إيه أتأكد منه فيتامين دال أتأكد منه الأنيمية أتأكد منها يبقى النوم واللي أخبط في النوم أتأكد منها يبقى دي أول حاجة طب كله سليم أضوين يا دكتور تمام زي الفل يبقى هنا انخفض دراسيا مش للأسباب دي تماما تعالوا نبحث في أسباب تانية الموضوع بتاعنا يا جماعة عامل زي بالظبط زي ما قلت لحظتك الصداع مثلا روح يكشف لي نظر روح يكشف لي جوب أنفية روح يكشف لي عن جهاز عظم المعدة روح مشانك وفي الأخر خالص يبقى الصداع نتيجة سبب معي نفس القصة عندنا انخفض دراسيا بنستبعد كل الأسباب اللي ما يكون لاش علاقه ويبقى في سبب في الأخر خالص ليه علاقة بينخفضه في المستوى الدراسي وزي ما قلت لك كل ابن بينخفض مستوى الدراسي بالسبب مختلف عن الابن الأخر حتى لو كان اخوات يعني طيب قد يكون فيه أسباب مثلا خاصة بالأسرة ممكن يبقى فيه الأب والأم بيضغطه ضغط زايد على الأبن فبالتالي الكابتو يولد انفجار أو بيعمل مقاومة وعناد مع الأب والأم فبالتالي مش عايز يزاكر لهم لأنهم عايزين يزاكر فبالتالي يقول لك مش هزاكر لهم يعني انك بزاكر لنفسك لا بس هو مش هزاكر لهم يعني فممكن يكون فيه ضغط زايد على الابن فلازم نبقى وعين بده ان احنا ما نضغطش بشكل زايد وبعدين يبقى بطرق احترافية بقى يعني فكرة انه ممكن عن طريق المنصات ممكن اجيب مدرسين متميزين ممكن يبقى طرق التعلم هيا اللي تختلف ممكن وهكذا طيب احيانا الابن مثلا بينخفض دراسيا وبعد ما كان متفوق لان الأب والأم بيحملوه طموحاتهم الشخصية فعايزينوا ومشاء الله في سنة يعني يقول ابتداء يطلع طبيب ومهندس وطيار فبيحملوه طموحاتهم الشخصية خاصة لأم لم تكمل الدراسة أو أب فبالتالي شايفين ان المفترض يكون يحقق طموحاتهم اللي محققوهاش فسقطوا عليه رغباتهم فبالتالي وكأنهم بيشايلوا ما لا طاقة له به فبالتالي بيقع أو انهم يعني بيقرنوا مقارنة سلبية ابن عمه أو ابن خاله أو أخوه الكبير أو أي حد وبالتالي هو زهقان حاسس ان وقت المقارنة دي هو مدىيق جدا جدا يعني لانه قد يكون هم فعلا أحسن في الدراسة شوية بس هو أحسن في الطاعة لحضراتكم قد يكون هم أشتر أو أكثر زكاء عند رزق يعني لكن هو أكثر في الصلاة أكثر فيه يعني الأخلاق الطيبة الحنية فده رزق برضو آخر يعني أحيانا يبقى برضو الولد كان كويس دراسيا وبعدين مستوىه انخفض علشان فيه مشكلة حصلت بين الأب والأم وفيه صراعات زواجية وبيتخنق مع بعض فالولد حاسس بعدم الأمان فبالتالي هو مش قادر يركز في هذا الجو اللي فيه صراعاته حرب يعني حتى لو راح المدرسة يبقى عقله في البيت جسمه بس اللي في الفصل لكن عقله في البيت وخايف لحسن بابا ومالله وماما يموتوا بعض يعني والطفل بقى لو فيه حضانة بقى وقولة بتاعي يعني خياله عالي بقى يعني ايه هو هدده هرميكم البلكون يبقى حينفز يعني حموتك يبقى حينفز يعني والكارتون اللي بيشوفه بقى حيموتها بايه يعني يعني بالسكين ولا هيموتها بايه هو وطول الوقت الطفل يعمل خيالات خايف على والدته وفي نفس الوقت خايف على بابا والصراعات اللي موجودة دي هو خلاص ما بقاش مركز في الدراسة خالص غير انه لا قادر يجي مع الام اللي هو بيحبها قوي ولا ضعيفة ولا قادر يجي مع الاب القوي وإن لا هيخسر حب الام وفي نفس الوقت يعني يعني الخايف يجي مع الام يخسر الاب يضربه أو يخسر يعني الفلوس اللي بديه له الاب فالولد فيه صراع طول الوقت يجي مع مين فبيحس بالزنب خاصة ان الطفل احيانا يحس بالزنب انه هو سبب ذلك الصراع لو مثلا من ابو الام انت يستهنم ما تخدش بالك من العيال ولو هو انت ممول اقتصادي مش ممول عاطفي انت طوله المهار في الشغلة مش مهتم فالولد يحس انه من ساحة ما جيه هو سبب المشكلة وبالتالي احساسه بالزنب ده كفيل بانه هو يخليه مش قادر يذاكر فعلشان كده بقول دايما اذا كان في اي صراع زواجي يجنبوا الاولاد لانه يسبب خمسين مشكلة يعني نفسية وسلوكية للأولاد وعملتها في حلقة سابقة خمسين مشكلة فاذا بوليتهم فاستتروا جنبوا الاولاد اي صراعات زوجية بينكم علشان ما نعكسش عليهم لانه فعلا هأثر على المستوى الدراسي ده جانب لكن هأثر على حاجات نفسيتهم في حاجات كثيرة جدا جدا يعني تمام طبعا زي ما بقول دايما افضل هدية قدمها لاباء لابنائهم هيساعدتهم الزوجية عشان كده نقشوا اي مشكلات بعيد فده قد يكون احد اسباب او السبب الوحيد والرئيسي بعد استباعات كل الاسباب العضوية والاسباب النفسية والاسباب الدراسية والزكاء وما شابه وهو ده السبب ان في مشكلة بين الاب والام والولد مشغول وكأنه احيانا بيعقبهم الام بتقول للأب انت مش اقيم بدورك والأب بيقول للأم انت برضو مش اقيم بدورك فبالتالي الطفل كمان طالما كل واحد ملكبار مش اقيم بدور انا هقوم بدوري دايه اه يبقى هنا في حالة عصيان في حالة تمرد في حالة رفض للقيام بالمسئولية والقيام بالدور لانه كل واحد منه مش اقيم بدوره وبالتالي يقول لك وانا كمان مش اقيم بدورك طبعا ممكن يبقى الولد كان ماشي كويس وبعدين فجأة الاب والام كانوا ايزين منه مستوى اعلى من كده خاصة زي ما قلت لك يعني مستوى ايه بدأ يتناقص لانه المنهج بقى صعب عليه وهو عقله اصغر من سنه فيسمع يعني مر الكلام من الاب والام كلام سلبي غبي وفاشل وضعيف وحقير وسبب مش عارف ايه و الاخر و اقل من اخواتك و اقل من اولاد عمك و اولاد خالتك و اقل من زمايلك وبتاع الكلام اللي يسمم البدن ده بالنسبة للابن بيدمر نفسيته وبالتالي هو دلوقتي مخنوق ومتدايق لان المذاكرة هي السبب اللي مخلي باباه ومامته كرهوه وبالتالي هو كمان يكره السبب اللي خم كرهوه على الشام اللي هي المذاكرة فاكره المذاكرة فناخد بالنا يعني اي كلام بهذا الشكل هيضع في الولد مش هيصلح المشكلة خاصة ان بعض الاباء مثلا نقول لأولاد تغبي غبي غبي فالولد طب ما يعني الاغباء معذرون بقى خلاص ما انتم عارفين انتم الحكومة عارفين كل حاجة بابا وماما عارفين عني كل حاجة فبالتالي اللي قلته غبي فانا غبي طب ازاي تقول علي غبي ومطلوب ان احنا حل المسألة دي ما انت بتقول علي غبي فيعني ازاي يعني انت متنقض يا بابا تقول لي غبي وتقول لي حل ازاي ما الغبي محلش وهيستغبة فناخد بالنا من حاجة زي كده اوحيان الاب والام ممكن يبقى الاب والام التنفس او عنده مشكلات فبالتالي يقصوا على الابن بشكل قوي جدا بالضرب او يعني او النقد او التويخ او ما شابه وبالتالي من ساعة ما الولد بدأ يضرب وهو كمان بدأ يعند مع الاب والام وبدأ ما يذكرش الان ده هم ضربوه بس هو عايز يضربهم بس مش طيلهم او مش عايز مش عارف يضربهم ازاي في ضربهم بايه انه ما يذكرش مش ده بيديكم مش ده بيجننكم مش ده بيخليك شد في شعرك مش ده حلص هيجيل الضغط والقلب والسكر يا ابن زاكر مش انت ضربته هو بينتقم دلوقتي مش انت ضربته هو بينتقم دلوقتي كان كويس وبعدين مع انه ده ممكن يبقى ذاكي جدا لكن هو بيعمل عدوان مضاد لما بياخد عدوان بالضرب يعني احيانا يبقى فيه ايه الاب الدكتاتوري برضو يعني ايه كل حاجة افعل ولا تفعل افعل ولا تفعل فاللات بيتخنق فازي ما قلتلك الكابتو باللد الانفجار فبالتالي هو بيرفض يعني يخرج من ايه القيد ده كله وبالتالي كمان اللي انتوا مش عايزينه مش هعمله وهضرب بكل الكلام ده عرض الحق خاصة لو هو في مرحلة المراقة فبالتالي مش هعمل اي حاجة انتم عايزينها عشان كده كمان مش هذاكر حيننا نبقى فيه اب وام فوضويين بيبقوا ما عندهمش نظام جوه البيت بيبقى يعني فيه ضعف العقاب لانه من يعني امن العقوبة اساء الادب وبيبقى زي مثلا لو فيه طريق ما فيهش رادار وما فيهش اشارات ومروره بتاع فممكن الناس كتير جدا تكسر كل القواعد المرورية نفس الفكرة برضو لما يكون فيه ضعف العقاب جوه البيت طبعا الولد مش هذاكر لانه ما عندوش اي نوع من انواع الايه العقاب تماما يعني طيب يا دكتور هو كان مستوى جيد دراسيا وانخفض بس الحقيقة كل الاسباب العضوية اللي قلتها من اجهاد عام او تعب او يعني نظر او سمع مشكلة في النظر او السمع او انه نقص في المجلوبين من نسبة المجلوبين في الدم او انه مثلا الانيميا او الغض الدراقية منخافية لا ما عندوش يا دكتور ولا سبب عضو تماما ولا عندو حتى سبب من الاسباب الاسباب الاسرية والتربوية اللي حضرتك قلت عليه احنا بنتعامل معه كويس وعلاقتنا الزوجية كويسة وما بيتضربش وما بيتهنش وما بيقولش عليه غبي وعندنا عقاب برضو بالنسبة له متلائم معه يعني بنسحب الموبايل او ان احنا لا ما بينزلش لعب مع صحابه او بتاع يعني لا ايمين بكل الادوارد جميل يبقى اذن الفكرة هنا مش فيه يعني نقص الزكاء بالنسبة له ولا فيه مشكلات صحية ولا فيه مشكلات اسرية لغاية دلوقتي ما فيش مشكلة خالص طب ما تعالى ندور برضو يعني ده كده كان لأولاد تانين بس ابنك لغاية دلوقتي ما وجدنا لش السبب طب ليه لانه لين خفض دراسيا بعد ما كان متفوق لانه دلوقتي عنده قلق اه قد يكون عنده قلق اه فالقلق ده موتره منرفزه اه مخليه مش عارف ينام اه طول الوقت الادرينالين مرتفع فبيخلي ضربات القلب والتنفس وتصبب العرق والرعشة ويعني مهزوز مش على بعضه مخنوق متدايق متوقع توقع سلبي حاسس ان عنده تصور انه حيفشل مهما زاكر يعني فطوله قتى الآن اه يعني القلق ده ممكن يبقى حتى للاطفال يا دكتور مش لازم للكبار ايوة للاطفال والمراقين وللكبار وكل واحد ليه اعراضه فالقلق ده بيسحب طاقة العقل بيسحب طاقة الانتباه والتركيز والذاكرة فممكن يبقى صبته بالقلق ده كفيل بان هو يسبب له طبعا مشكلة ويقل قدرته على المذاكرة طب ممكن تعرف منين دكتور ان الواد عنده قلة اول حاجة الحقيقة بيعمل اختبار للأب والام فاذا كان احدهم او كلاهم عنده قلق فبيبقى كوزء موروس طب لو ما عندهمش ممكن يبقى هو اللي عنده هم عندهمش صدع بس هو عنده صدع هم عندهمش مثلا ضغط بس هو عنده ضغط او عندهمش سكر و عنده سكر او في جزء وراسي لكن كمان ممكن يبقى فيه جزء خاص به مشكلات عند الابن يعني طيب ممكن يبقى عنده درجة اكتئاب يا دكتور ايوه درجة الاكتئاب دي من ايه ده الواد بنوكله احسن اكله واحسن شرب واحسن لبس واحسن مدرسة واحسن حاجة هو يعني عنده كل الحاجات دي مجريش ضغط او قلب او سكر يعني نفس الفكرة ده طفل او مراهق عنده درجة اكتئاب لاخبطة في مادة اسمها سيروتين اندوبا من نور ايدينالين لاخبطة في كيميا المخ او انه قد يكون موروس زي ما قلت حدك بالنسبة للقلق من الاب والام او الجد او الجد او العم او الخالي يعني فيه جانبه راسي يعني قد يكون من صراع الاب والام قد يكون من اسلوب التربوي اه تجاه الابن قد يكون من نقص الحب قد يكون من اول سنة من عدم الرضاعة المشبعة او عدم الرضاعة خالص يعني المهم في درجة اكتئاب عند الابن دي اللي مسبب له يعني انه حزين ومخنو ومش قادر يعمل حاجة خالص وهو كاره الحياة اصلا مش بس كاره المذاكرة وبالتالي يبقى درجة القلق او الاكتئاب ناخد بالنا منها لا ما عندوش القلق او الاكتئاب يا دكتور طب ممكن يبقى عندو وصوص قهري طب فيه وصوص قهري للاطفال والمراقين ايوه طب ايه الوصوص القهري ده وصوص في الافكار او الافعال يعني فيه فكرة شغلة وبالتالي بيكررها كتير ومش قادر هو مقهور على تكرارها ومش قادر يفلت منها وطول الوقت يعني بيستعيز بالله من الشيطان الرجيم بيس هاي ملح عليه لان ده وصوص قهري لاخبطة في الكامية الطلب نفسي مشكلة وبالتالي لما بيبقى فيه وصوص في الافكار مثلا فهو عايز زاكر فتنط الفكرة في دماغه فبالتالي هو كأنه بيحارب نص الوقت في محاربة الفكرة اللي بتقوله انت غبي او فاشل او انك انت هتموت او بابا هيموت او ان ربنا مش موجود او ان الرسول مش حيء او ان الاسلام مش حيء او انه دموك الطفل يجيله حاجات زاكرة ايوه او يقوله انك انت بنت مش ولد او الافكار الوسوسية افكار غير منطقية غير عقلانية واي افكار اي افكار كل يوم بسمح فكرة مختلفة وفكرة يعني غريبة وجديدة بهذا الشكل يعني فالولد مكسوف يقول خاف يتهم بالجنون وخايف يقول خاف يتهم بانه عقدته ضعيفة او ايمانه ضعيف بيجيله وسوس في ربنا في العقيدة فبالتالي لو قال لهم هيدربوه لو مش فاهمين يعني انه ده وسوس يعني الا اذا كان الام او الاب جالهم وسوس عقيدة قبل كده فهم فاهمين انه ده غصبا عن الولد يعني المهم انه وسوس افكار ممكن فكرة جنسية معينة ممكن يفكر انه مثلا شاف او ابو امه عارين مثلا او انه ده مجرد فكرة ما شافش حقيبس او مجرد فكرة او انه هو زي قلتلك بنت مش ولد او انه البنت هي ولد مش او انه حيجيله مرض معين او فيه وساوس بهذا الشكل بتخلي عقله طاير بتخلي انت وتركيزه مش موجود تخلي مش قادر يركز في الكتاب وقد يكون يعني وسوس في الافكار في الافعال اللي هي فكرة انه ايه لازم يكتب ويمسح كتير انه هو اه لازم يعمل الحاجة دي ويكرر ذكر معين قبل ما يهه ممكن يكرر غسيل ايد كتير او يكرر يعني ايه استنجاء واستحمام ويكرر استخدام غسيل المية او انه هو يعني اه فيه افعال قهرية بيعملها غصبا عنه بتاخد منه وقت كتير جدا انه لازم يمسك مثلا الصفحة يقلبها بطريقة معينة ويحط الكتب بطريقة يعني ممكن ياخد ربع ساعة نصف على ما يحط الافعال القهرية دي كلها اه على ما يعمل فدي بتعطله كتير جدا يعني فبالتالي اتطمن ان الولد معنش قلق ولا اكتئاب ولا وسواس قهري ولا فوبيا خوف خوف ممكن سوشال فوبيا خوف من الناس وخوف من زميله خوف من المدرس وخوف من المدرسة وخوف من انه ينزل الشارع وخوف من انه يتكلم وخوف من انه يعني اه المخاوف دي برضو بتسرق من الولد برضو انتباهه وتركيزه زاكرته فبالتالي مش قادر يركزه وبالتالي كل ده كان مستوى متميز يا دكتور دراسيا وفجأة انخفض وكان بيجيب من الاوائل انا معاك زكاؤه ز بس هو التعب النفسي ده هو اللي فعلا خلى مستوى انخفض زي واحد كبير يجي له اهل او اكتئاب او خوف او اسواس او استري او اي ان كان مشكلة نفسية او مشكلة عقلية وكان زكي جدا وكان مهندس وكان عايش حياته بشكل كويس وفجأة لما جاله التعب ده عنده مشكلة نفسية مش قادر يشتغل ضيع شغله وعنده مشكلة مع زوجته وعنده مشكلة مع اولاد وعنده مشكلة مع مدير وعنده مشكلة مع الناس لانه خلاص المشكلة النفسية اثرت على جودة الحياة اثرت على كل الحاجات دي بالسلب ما بالك بطفل هو مش عارف يشتكي ومش عارف عنده ايه وبالتالي المشكلة النفسية دي يعني اثرت على قدرته العقلية وحنا عندنا قاعدة بتقول ان العامل الانفعالية قلق وخوفه اكتئابه واسوسه ومشابه تؤثر سلبا على العامل المعرفية انتباهه وتركيزه وذاكرة وادراك واي الاخره وبالتالي لازم نبحث عن السبب الحقيقي ليه كان الابن متميز دراسيا وبعدين بدأ انخفض مستوى الدراسي نبص لكل الاسباب دي طيب هل الولد مثلا عنده اضطراب فرط حركة بس فرط الحركة كان معا من بدل يا دكتور صحيح بس كان يعني مستوى برضو بيقدر ايه يركز الانفعالية كان قليل مع فرط الحركة دولتي مش قادر يركز خاصة من فرط الحركة يعني تؤثر سلبا على تشت الانتباه والتركيز والذاكرة وبالتالي من 20 الى 30% من الاولاد اللي عندهم فرط حركة بعندهم صعوبات تعلم وتحصيله بس بيبقى حوالي 30% يعني 7% مش قادر يحصل يعني علشان فرط الحركة او نقص الانتباه والتركيز والكلام ده كله فبالتالي لازم اخد بالي برضو انه ما عندوش ADHD فرط حركة ولا ADD اللي هو تشتت الانتباه ممكن ده الوحده او الاتنين مع بعض فرط الحركة وتشتت الانتباه واندفاعي اخد بالي من الكلام ده كله طيب هو ما عندهش لقلق والاكتئاب ولا خوف ولا وسواس ولا عنده فرط حركة ولا عنده نقص انتباه لأي سبب من الأسباب يا دكتور ولا عنده الأسباب العضوية اللي قلتها ولا عنده الأسباب الأسرية اللي قلتها ممكن بمنطقة البساطة يعني ما يكونش عنده دافع بس خلينا قبل ما قولك الدافع ما يمكن الولد مثلا لنبعض الأمهات والله بتجيلي أحيانا بالولد مثلا هو في خمسة ابتدائي وسنه مثلا عشر سنين مفروض يبقى حداشر ما علينا عشر يعني مدخل سنة بدري ودي مصيبة وهو سنه حداشر بس عقله ثمانية يراج انه بالنسبة للتجريب يا دو بكفي قولة ابتدائي يعني تاني ابتدائي وتالت ابتدائي وربع ابتدائي وخمسة ابتدائي أربع السنين هو شايلهم فبالتالي هو مش قادر يمشي في المنهج يبقى اختبار الزكاة ييجي يقول لي انه لا ده قدراته في عنهم ده أحيانا بيجيلي ولد مثلا في تاني عدادي تاني عدادي وزكاة وقال من سبعين يعني اتخل في عقلي ضعف عقلي طيب ضعف عقلي ده يعني تاني عدادي سنه 14 مثلا واذا كان درجته من سبعين إلى يعني من خمسين إلى سبعين إلى تحت السبعين على الضعف العقلي يعني ضعف عقلي بسيط من سبعين لخمسين بيبقى عقله عقل واحد عنده سبع سنين إلى عشر سنين فلو كان عنده درجة مثلا يعني ستين ولا حاجة يبقى سنه 8 وهو سن ده عقله عقل واحد عنده 8 سنين عقل واحد عنده 8 سنين زي ما قلت لك منهجه يا ضعوبك ولا ابتدائي ولا تاني ابتدائي هو بياخد منهج سنة خمسة هو تخله في عقلي ضعف عقلي ازاي ياخد منهج سنة تاني عدادي كمان طب نجح ازاي يا دكتور يعني كله بينجح في المدرسة الخاصة او ابن عمه او حد بيغششه او خالته في المدرسة اي ان كان السبب يعني طب ده يا دكتور هو ضعف عقلي ووصل كل ده ساد يا دكتور يقدم اضافره وبقى يتبقى لقراضيا وبدأ يبقى خايف وبيكره المدرسة ومش عايز يروح المدرسة وبقى يزعق لنا وبقى يعني عنده خوف واكتئاب ومخنوق وبقى طبعا منطقي واحد دلوقتي قدراته زي ما بقول دايما يشيل كرسي وانا مشاهله كنبة فبالتالي هو مش قادر يعني يشيل المنهج فبالتالي حتما لازم يكون مكتئب ومخنوق ويجيله كل الاعراض النفسية دي لانه مش قادر ياخد المنهج بتاعتني اعداد لانه ضعف عقلي طيب اعمل ايه اعرف اول حاجة عشان ارحمه رحم الله عارف قدر نفسه دي عقم واحد وفي نفس الوقت لا يكلف الله نفس الا وسعها لان هم يكلفين وفق ضقته طب اكتئب ليه لانه طول الوقت حاس ان زميله بيتنمروا عليه حاس انهم احسن منه بيجاوبوا هو لا هو مش فاهم ليه والمدرسين بيستاذقوا بيه بالتريعوا عليه وبيتضرب احيانا ويرجع البيت كمان يتضرب من الاب والام كمان يقوله على غبي وفاشل وجبان وازاي اقل من اخواتك وازاي كذا كذا اخونا دا ضعف القدر العقلية المفروض الشخص الاول وبعدين نشوف ايه الموضوع طيب يدخل ايه بقى لو اقل من خمسين تنمية فكرية مثلا من خمسين الى سبعين او خمسة وسبعين يبقى حوله دمج علشان يبدأ ارتاح علشان يجيله منهج مختلف يعني يجيله من منهج واحد للأسف علشان يجيله متحان بس ايه مختلف يعني وارحمه شوي طب دا ممكن يعني يروح المدرسة لا دا ياخد تنمية مهاراته بتاع والمدرسة بالنسبة له عذاب المدرسة بالنسبة له ايه اللي في تاني اعدادي وهو عقله ثمان سنين مثلا زي بالظبط لو حد كلمني انا وحضرتك كلمنا صيني او هندي قاعدين كده ولا فاهمين حاجة هو برضو قاعد في الفصل بياخد بقى دلوقتي يعني ايه الرياضيات بقى بفروعها وبتاع وممكن يبقى في قولة سنوي حساب مسلساته بتاع بياخد يعني كيميا وفيزياء واحياء وياخد بعد شوية تفاضل وتكامل هو اصلا الكلام دا كله من نحو هو قواعد الانجليزي هو كل الكلام دا مجرد انه قاعد مستمع ورايح وجاي وحنا فرحانين وقعد فنين رأسنا في الرمل والكلام دا كله طب لو كان من سبعين لثمانين مش ضعف عقلي يبقى بطء تعلم يبقى انخفاض المستوى الدراسة بتاعه لشان هو بطء تعلم لكن هو ماشي في الدراسة بشكل عادي لكن هو عنده بطء تعلم يبقى هنا ليه منهج معين وليه طريقة طيب هو دكتور زكاو فعلا فوق التاسعين وما عنده مشكله بس فعلا عنده مشكله في الدراسة يعني زكاو كويس بس عنده مشكلة في الدراسة زكي ولكن عنده مشكله يبقى صعوبات تعلم صعوبات تعلم في القراءة والكتاب او الحساب صعوبات تعلم اكاديمي وقد تعمل صعوبات تعلمنا مع اي مشكلة في الانتباه والتركيز والزاكرة والادراك او تقليل مفهوم حل المشكلاتиться نقطة الصعوبات تعلم بصوا دكتور هو ما عندوش فعلا درجة الزكاء اللي عنده ضعف عقلي ولا بطء تعلم ولا صعوبات تعلم ولا حاجة خالص طيب يبقى إذن قد يكون المشكلة بتاعته كلها فيش أسباب عضوية ولا أسباب نفسية ولا أسباب أسرية ولا أسباب خاصة بالدراسة وزكاءه كويس وما عندوش الحاجات اللي قلت عليها دلوقتي ضعف عقلي ولا بطء تعلم ولا صعوبات تعلم حاجة بسيطة خالص ما عندوش دافعية يبقى إذن دلوقتي هو ما عندوش دافعية لأن صاحبه ممكن ساب المدرسة واشتغل وبقى معلمه معه فلوس فبالتالي يقولك وانا لما أخلص صاحبه تكملتوش يعني كلام فاضل عايز أسيب المدرسة ما عندوش دافعية أو أن أنا عايز أبقى زي اللاعب الفلاني أو الممثل الفلاني بيكتبوا فلوس يبقى دلوقتي هدفه ودوله وما هوش حاجة يبقى كل حاجة مادية وما فيش أي حاجة تعليمية أو ثقافية أو دراسية أو يطلع كذا كذا يبقى نقص الدافع بالنسبة له هو مش عاوز يذاكر أصلا برغم زكاءه برغم أنه مش مشكلة خالص يبقى هنا لازم أعمل موتيفيشن لازم أعلى الدافعية بالنسبة ليه ولازم يعرف فهو عايز يذاكر ليه أن المذاكر يطاع لله ورسوله وأن المذاكر هنا يطاع للولدين وأنها خدمة للوطنك وأنها خدمة للدينك وأنه أنت دلوقتي بتاخد حسنات من المذاكرة وفي نفس الوقت هتخليك لقيمة في المجتمع وحتخليك لك تقبل ذات وقدير ذات وسعادة وحتدي لك الفلوس برضو بعدين وكل حاجة لما تبقى مثلا طبيب أو مهندس أو طيار أو مدرس أو أيا كان العمل إن شاء الله حتى هتتعلم وتشتغل حاجة تانية بس هتوفر معك سنة في الجيش وهتبقى راجل محترم وهتتجوز يعني حد أنت بتحبه لأنه ممكن أنت مثلا تاخد عددية وبتحب حد مع جمع مش هتوفق عليه عشان بس أنت مش متعلم ويانا في ناس تركت للمدرسة وبعد كده كانت بتندم وياما في ناس كانوا يعني بقوا علماء وقالوا وإحنا صغيرين ما كناش حابين المدرسة ولولا يعني فضل والدي علي وضغطه علي بشكل أو بآخر وإنه ساعدني وكتشف المشكلة وحلها لي لكن يبقى زماني دلوقتي جاهل والآخر ولذلك مر التعلم ساعة أفضل من جهل السنين ألم الجهل السنين يعني بهذا الشكل يعني يبقى ما عندهش دافعية لسبب أو لآخر فأعرف هو السبب ليه علشان أصلا أبوي عنده فددين وأمي عندها فددين فبالتالي أنا هزاكر ليه ما أنا غني أو إنه لا أنا عايز المذاكرة هتعمل لي إيه في الآخر خالص يعني ما أنا ممكن أتعلم دلوقتي حاجة صنعة وتعمل لي كذا فكل حاجة تماما عادة نقصة دافعية بالنسبة له في حد بيبقى يعني كل ما هناك بيقلد حد يعني إيه مش ساب التعليم أو بيقلده في عدم المذاكرة أو إنه في ولد كان ممتاز وبعدين فجأة بقى ما بيذكرش ومستهن خفض لأنه معتمت على الغش طول الوقت ما إحنا هنغش طالما هنغش هزاكر ليه أصلا يعني خاصة إن السنتين بتوع كورونا ما بين أبحاث وما بين إنه والأبحاث عملوها الأب والأم أحيانا وبالتالي ودي من أخطر المشكلات الحقيقة السنتين اللي عدوا في كورونا خلى مثلا واحد هو يعني كان أظهر يعني لغاية خمسة وستة وبعدين كان مستوى المفروض ما تكملش في أظهر فدخل فاتدبس بقى ما فيش دبلوماد بقى في الأظهر دبس الله طول في الإيه في الإعداد ثم دخل السنوي يعني تاني إعداد وثلت إعداد ودخل سنوي سنوي أزهري فبالتالي أخد أول سنوي وتاني سنوي سقط فيها مرة اثنين وبعدين حول دبلومات فهنا طيب لازم أعمل اختبار ذكاء ليه هو في تالت إعداد أو تاني إعداد لأنه بالتحويل يبقى مش موجود بعد تاني إعداد علشان يكمل في أظهر ولا ما يكملش في أظهر وفضل من ستة كمان وفي نفس الوقت ده سنوي عام وما كانش المفروض يدخل سنوي عام هو كل ما هناك السنتين بتاع كورونا جاب مجموع بالغش فاتدبس في سنوي عام حاجة أعلى من قدراته وبالتالي ما تجايب مجموع أيها سيدي جابوا بالغش جابوا بالأبحاث بتاعتك اللي عملتها جابوا بأي طريقة لكن هو دخل سنوي عام وما كانش المفروض يدخل سنوي طيب دخل تجواره وكان المفروض يدخل سنوي عام النهاردة الميزة إنه فيه دبلومات كتيرة جدا يعني ممكن الولد يقدر يعني يحق حاجات كتيرة ويعجبني بعض الأباء الحقيقة لما يلاقي ابنه قاب خيصان يعني مش قادر يدخل السنوي فيقدم له في المدرسة التكنولوجية كمبيوتر في بعض المصانع الكبيرة الحقيقة والشركات الكبيرة برضو عاملة بعض المدارس علشان الولد يحس إنه مرتاح في الدراسة ابني كان متفوق ومستوى انخفض لازم يا جماعة نبحث عن الأسباب دي كلها ومجرد معرفنا السبب أنا قلت الأسباب وأعلاجها في طي الأسباب يعني هي لما صوات تعلمها هنعالجها وابوتو تعلمها نعالجه أسباب صحية هنعالجها أسباب نفسية هنعالجها نقص دفعية هنرفع الدفعية وبالتالي يرجع كما كان متفوق وقت انتعم حضرتكم شكر لحضرتكم إزاكم الله خيرا حسن المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر